افتتح سعدة سيد جميل بن محمد علي حميدان وطبيعة متطلبات سوق العمل والمهارات العلمية والوظيفية التي تتطلبها كل مهنة بمختلف القطاعات وأكد الوزير أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على إطلاق منصة متخصصة لمهارات التوظيف قريبا تتضمن قاعدة بيانات متكاملة للطلبة وأولياء الأمور وبيان التوجهات المستقبلية للوظائف المتاحة وكذلك الوظائف التي من المتوقع أن تشهد تراجعا في المستقبل من جانبه أكد سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن وزارة التربية والتعليم تعد شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التعليم وتدريب وربطه بسوق العمل من خلال تعزيز دور التعليم في بناء وتجديد القدرات الوطنية وتوفير الموارد البشرية المنتجة لمتطلبات العصر بدورها قالت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة أن هذا المنتدى والمعرض يأتي استجابة لتطلعات الحكومة الموقرة لتطوير وتنمية الكفاءات الشابة البحرينية وتهيئتهم علميا ومهنيا لسوق العمل